وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بأولمبياد باريس وفي إتار إجراء تقييم شامل أداء الاتحادات الرياضية في دورة باريس 2024 وجه السيد الرئيس بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما تعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا كما وجه رئيس سيسي بدراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات كما وجه أيضا رئيس سيسي باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهر عناصر من أعضائها بشكل سلبي ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية إلى جانب ذلك وجه الرئيس السيسي الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات كما وجه السيد الرئيس أيضا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولوية عملها تمهيدا العرض في أقرب فرصة على مجلس النواب